شهدت محافظة مأرب موجة نزوح هي الأكبر منذ بداية الحرب الأمر الذي خلقت نوعا ثريا في المحافظة التي باتت تحت ضن كل أطياف وشرائح المجتمع ولأن شريحة واسعة من الصحفيين والمثقفين والأدباء والشباب انتقلوا نتيجة أحداث الحرب إلى مأرب فإنهم من ذلك الحين لم يتوقفوا عن حلم وجود مكتبة نوعية تلبي شغفهم المتواصلة للقراءة في الحقيقة نحن في مدينة مأرب نشهد ضعف كبير جدا في مجال التوعية الثقافية والجانب الثقافي مدينة مأرب التي أصبحت تحتضنها حوالي 2 مليون نازح وأكثر يجب أن تلقى اهتمام ثقافي أكبر وبين الحين والآخر كان يجتمع الشباب والفتيات لمناقشة هذا الحلم ووضع مقترحات كان أحدها أن يبادر كل شخص بتقديم الكتب التي في حوزته بعد أن يفرغ من قراءتها حتى يتمكن الآخرون من قراءتها وهكذا يتاح للجميع أن يطلع على ما يملكه الجميع هي فكرة تغطي مساحة من احتياجهم للقراءة ولكنها لا تلبي الحد الأكبر من هذا الحلم نحن الشباب خاطرت لنا فكرة أنه ليش ما نقوم بمبادرة خاصة بنا بحيث نحن نعمل على تبادل الكتب يعني أعطني كتابك وأخذ كتابي أو أعطني كتابك وأعطي كتابي لشخص آخر خلال هذه المبادرة تونا ما يشبه السلسلة سلسلة كتب المجموعة أشخاص يعني العمل جميل جدا وأشبع جزء من شغفنا لكنه جزء يسير جدا وتقدم أحد الشباب في مأرب لجهات رسمية وخاصة بتصور مشاريع لمكتبة جامعة على شكل استراحة ومقهى وبمعايير المكتبات المتعارف عليها لتهيئة الأجواء الكاملة للقراءة وحسبه ما يميز المشروع أنه سيكون مجاني بشكل كامل يحتوي المشروع على العيد من المجالات مثل القراءة واستعارة الكتب وأيضا خط الإنترنت وأيضا عمل البحوث الجامعية وغيرها من البحوث المكتبة الحلم لن تضيف إلى مأرب المزيد من الامتيازات التي حصلت عليها أثناء الحرب فحسبه ولكنها ستعزز في إنسانها أيضا الاطلاع بدور ثقافي مهم يخدم به المحافظة ويقدمها كنموذج يحتذا به هذه المشاريع لم تقابل بصورة إيجابية وفي أحسن الأحوال ظلت عودا كما هي لا تتعدى حاجز الوعد إلى مضمار التنفيذ وطبعا نحن قمنا بالمطالبة ورفعنا عدة مشاريع يعني مشاريع ذاتية من الشباب أنفسنا إلى مكتب الثقافة إلى مكتب الشباب والرياضة لكن زي كل مرة قبلت هذه المشاريع بلا اكتراث ولا مبالاة ومؤخرا حصلت مأرب على نافذة ضئيلة من خلال افتتاح مكتبة تجارية صغيرة لكنها ليست المكتبة الحلم التي تتراود إلى أذهان شباب المحافظة والنازحين إليها من المناطق الأخرى إذ ما يميز الأخيرة أن الراغبين فيها حددوا معايير مدروسة لإنشائها اشتركوا في القناة